الحمد لله رب العالمين وأكمل الصلاة وأتم التسليم على النبي الأمين اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اليوم نتحدث عن نعم أو عن نعمة الحواس الله عز وجل منع للإنسان أو أكرم الإنسان بهذه الحواس المتعددة سمع، بصر، شم، ذوق، لمس هذه النعم الذي أعطاه الله للإنسان وركب الإنسان أو جعل الإنسان في أحسن تقويم وأعطاه هذه النعم ليستخدمها الإنسان في طاعة الله عز وجل ولا يستخدمها في معصية الله عز وجل وبين له ووضح أن هذه الأعضاء وأن هذه النعم وأن تلك الحواس ستسأل عنها وستحاسب عما يصدر منك بسببها فقال ربنا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا فالواجب على الإنسان أن يستخدم هذه النعم فيما وضعت له هذه النعم وضعت ليستخدمها الإنسان في طاعة الله عز وجل فلا يستخدم الإنسان العين في النظر إلى المحرمات فلا يستخدم الإنسان اللسان أن يتحدث في أعراض الناس أو أن يتحدث بأخبار كاذبة أو أن يروج لإشاعات باطلة لا يستخدم السمع أن يستمع إلى ما حرم الله عز وجل من كلام في حق أحد أو من إيزاء لأحد كل هذه الأمور سيحاسب عليها الإنسان والواجب على الإنسان العاقل الإنسان الذي يعلم أنه سيقف بين يدي الله وأنه سيسأل عما يصدر منه من هذه الأعضاء أن يستخدمها في طاعة الله لأن الذي وهبها والذي أعطاها هو الذي أخبر أنه سيحاسب عما يصدر منها والواجب على الإنسان أن يشكر هذه النعم وأن يقدم لله عز وجل شكرا لهذه النعم والواجب على الإنسان أن يستخدم هذه النعم فيما فيه طاعة لله وأن يبتعد عن كل معصية ربما يفعلها بنعمة من هذه النعم فليس من شكر النعمة أن نقدم لمن أعطانا إياها معصية بهذه النعمة التي أعطاناها ونسأل الله أن يخلقنا بأخلاق نبينا وأن يعيننا على شكر هذه النعم وعلى استخدامها في طاعة الله عز وجل والابتعاد عن معصية الله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم